الحكاية بتاعت اسماعيل قاني. اسماعيل قاني اللي ما اللي يعرفه هو قائد فيلق القدس. وهو خليفة قاسم سليماني. تعرفين طبعا شخصية قاسم سليماني كانت شخصية طاغية جدا ومؤسرة جدا في ايران وتم اغتيالها بالطيران الامريكي. و ايران طلعت ردد كده زي ما ترامب قال كده ردود عبيطة يعني. اسماعيل قاني بقى هو اللي جي خليفته. عش كده بقول لكم يا جماعة السياسة دي من اقضر ما يكون. وهذه الامة والله لم تهزم الا بالخيانة. اسماعيل قاني شاف اللي حصل لقاسم سليماني. كيف تم اغتياله. و ازاي تا يظن انه هيأمن نفسه. طبعا انا مش عايز اصبق الاتهامات لكن الامور اصبحت يعني ايه شبه واضحة. انا ما باخدش الاخبار غير من بعض الاماكن التي اسق فيها. يعني قناة للامانة قناة العربية والحدث قديلهم يومين بيتكلموا في الموضوع ده. انه اسماعيل قاني قيد التحقيق وجات له ازمة قلبية بسبب تعرضه للتحقيق. مقبوض عليه في ارامة. انا طبعا العربية والحدث دولا اخدش منهم حاجة. دي قنوات موجهة مية في المية باوامر اه من الامارات بشكل مباشر. لكن لما ميدل است اي نشر الموضوع وهو موقع طبعا بريطاني محترم ورئيس تحريره صحفي محترم. ديفيد هيرست. فالحقيقة لا توقفت وقريت الكلام. وجدت انه الامر الحقيقة في منطقة الخطوة. هنا ميدل است بينشر كلام ومعلومات خطيرة. حوالين انه فعلا اسماعيل قاني دقائد فيلق القدس. كان جالا حرر القدس. متهم بانه عميل لاسرائيل. زي بالضبط لما احمد نجاد قالك. فاكرين الفيديو بتا احمد نجاد عرضنا اكتر ممرة. لما احمد نجاد رئيس ايران السابق. قالك احنا عملنا واحدة لمجابهة التجسس الاسرائيلي. لمقابلة يعني. طلع رئيس الوحدة عميل. فانت تخيل قائد الحرس. قائد فيلق القدس. اللي هيحرر القدس. عميل لاسرائيل. وهنا. احنا كلامنا كما واضح جدا من اغتيال حسن نصر الله. انه هنا بتنور الحكاية انه مستوى الاختراق عالي جدا. اصل انت مش هتجيب مثلا ايه؟ رائد. يعني مثلا هقولك بالحكاية بتاعت مصر مثلا. بالتشبيه بالتشبيه مصر. انت مثلا عايز تعرف تحركات رئيس دولة جاي زور مصر. زي اسمع الهنية. فمش معقولها هتروح لزابط رائد يعني. هو اللي يعرف التحركات ويعرف هيبات فين وينام فين. لازم تكون رأس كبيرة جدا. ولما تعرف اجتماعات حسن نصر الله موجودة فين. ها؟ لازم تبقى انت برضو عارف كويس جدا انه دي معلومة على اعلى مستوى من السببية. لما حسن نصر الله هيجتمع بعشر اتناشر واحد من القادة الكبار. فالبعلومة هنا على اعلى مستوى من السببية لازم يعرفها القادة الكبار بس. فالاخ ده هو متهم من ضمن المتهمين او قد يكون المتهم الابرز هو ونائبه. هو ونائبه. بانهم متورطين في هذه العملية. اللي فجر الحكاية ايه بقى؟ انه بعد اغتيال حسن نصر الله. اسماعيل قاني راح زار نبنان. وكان هناك حسن ما ديفيد هيرست بيقول يعني. وكان هناك لقاء هيتم عقده مع هاشم صفيه الدين خليفة حسن نصر الله. تمام؟ والمكان تمام وخلاص يتحدد وده جاي مخصوص عشان يقابل هاشم صفيه الدين. فقبل الاجتماع ببضعة دقائق اول ما عارف ان هاشم صفيه الدين موجود. والاجتماع بدأوا في انتظار اسماعيل قاني. قبل الاجتماع ببضعة دقائق اعتذر عن الحضور. جال مغص او بقى عند ظروف زي ما بيقولوا يعني. جالوا اي سبب اعتذر عن الحضور. وبعدها بدقائق دكت الطائرات الاسرائيلية الاجتماع. فهنا اللمبة نورت. الله تعالى بقى معلم. اختفى يومين تلاتة كده حتى ان البعض قال انه قتل في هذه الضربة. لكن اسرائيل ما طلقتش تكلمت عنه ابدا. ولا قالت اتناه ولا حاجة. وبالتالي. هو يخضع قيد التحقيق. طيب بالصلاة عن نبي كده يا استاذ. مش ده ينور لك. على مستوى الخيانات عندنا وصلة لحد فين. دقائق فيلق القدس في الحرس السويلي خليفة قاسم سليماني. يعني واحد من اهم تلات اربع رجالة في ايران. مش دي تنور لك يا استاذ. لو عملنا قياس. اسرائيل مخترقة في الدول العربية مثلا. وعندنا في مصر. يبقى المستويات اللي مخترقها فين.